السلام عليكم هيئة السكك الحديدية محطة بشتيل 4 أمثال محطة مصر برمسيس وتستوعب 250 ألف شخص كشف المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية عن أسباب افتتاح محطة قطارات الصعيد في منطقة بشتيل لفتا إلى أنه كان من الواجب إن شاء محطة تستوعب عدد الركاب الكبير وعدد القطارات الجديدة التي تم شراؤها وكان البديل هو محطة قطارات صعيد مصر بشتيل ولها مميزات لا توجد في أي محطة أخرى وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية خلال مداخلة هاتفية بتلفزيون اليوم السابع أن المحطة متوسطة ما بين محطة رمسيس والجيزة وملتق خطوط الوجه البحري والقبلي ومتواجدة على خط القاهرة أسوان المتصل بخط القاهرة الإسكندرية لتتصل بخط المناشى الذي يعمل بديل لخط الإسكندرية القاهرة في بعض الأحيان ومتصل بخط بشتيل المناشى حتى الوصول لميناء الإسكندرية وبالتالي موقعها استراتيجة كشبكة سكة حديد ولفت محمد عامر إلى أن المحطة أربع أضعاف محطة رمسيس وهي على مساحة ستون فدانة تستوعب مائتين وخمسون ألف راكب وهو تخطيط منذ بداية فكرة إنشاء المحطة وبها سكك بأطوال 22 كيلو ما بين الورش والأحواش وستة رصفة في اتجاه الصعيد وأربع في اتجاه بشتيل تعتبر محطة قطارات صعيد مصر من أكبر المحطات بعد محطة القاهرة وتم بناؤها على الطراز المصري القديم لتشبه المعابد المصرية القديمة وتعتبر من أحدث المحطات التي تم تشييدها وتم تصميم المحطة لتكون على شكل متحف على الطراز المصري القديم ليكون مزارا بجانب كونه محطة ومولا تجاريا فضلا عن وجود الهرم الزجاجي الذي يتوسط المحطة بارتفاع 42 مترا تقريبا وبه أربع مسلات من الداخل وتتميز المحطة بالأعمدة الضخمة والبهو الكبير المميز كما تم نقش أشكال مميزة على أعمدة المحطة لتعطى شكل المتحف فضلا عن تطوير شامل للشوارع والعقارات المحيطة بالمحطة وتغيير واجهات العقارات ودهانها بلون موحد نفس لون المحطة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد